موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تقترب من السيطرة الكاملة على جنوب الرقة موسيقى الولايات المتحدة تتهم إيران بزعزعة الاستقرار والتصدير الإرهاب موسيقى موسيقى وبعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الولايات المتحدة تختبر صاروخا عابرا للغرات موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير ومشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السورية إذ أكد مسؤول كردي أن قوات سوريا الديمقراطية اقتربت من فرض سيطرتها الكاملة على الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة الخاضعة لاحتلال تنظيم داعش وقال المسؤول الكردي أن 90% من الأحياء الجنوبية تم تحريرها لكن عددا قليلا من الشوارع التي تدور فيها اشتباكات ما زالت تفصل بين مقاتل قوات سوريا الديمقراطية المتقدمين من الشرق والغرب لافتا إلى أن هناك مقاومة شرسة من قبل أفراد داعش إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية أن قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني أغلقت طريق حلب عفرين تماما أمام حركة المدنيين وقال جهود أن ميليشيا حزب الله التي تسيطر على بلدتين نبل والزهراء شيدت وبمساندة من قوات النظام سواتر ترابية عالية بعد اشتباكات بين الميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية في محيط البلدتين نتابع مزيدا من انتهاكات داعش في مدينة درعا هذه المرة انتهاكاته كانت ضد النساء إذ خسرت ألاء أسرتها بعد اعتقال والدها من قبل قوات نظام الأسد ووفاة والدتها حزنا عليه يأتي تنظيم داعش ويزيد من معاناة ألاء باعتقال شقيقيها علي وعبد الحي وقتلهما بدم بارد كما قام تنظيم داعش باعتقال ألاء لعدة أيام وتعذيبها ولم يبقى لهذه الفتاة أي شيء فقررت الهرب إلى خارج بلدة الشجرة بسبب احتلالها من قبل أفراد التنظيم نتابع ببداية الثورة اعتقلوا أبوي على حاجز درعا بسبب أن أخواتي مع الجيش الحر أخذوا ونزلوا من على الحاجز وبعد ما اعتقلوا أبوي النظام من على الحاجز بسبب أخواتي أنه مع الجيش الحر بعدها فترة توفت أمي منزعلها علي وبعد وفاة أمي صار تشكيل داعش عندنا بالشجرة يجل عنا وعتقلوا أخوي الكبير علي بعد ما اعتقلوا أخوي علي صاروا كل يوم يداهموا الدار بدهم حمودة أخوي ومرة من المرات يجوا داهموا البيت وقدر حمودة أخوي يهرب من البيت قاموا أخذوني ظليت أربع تيام تحت التعذيب مشان يضغطوا على أخوي يسلم حاله وبعد أربع تيام ظليت أني من تحت التعذيب أني وجيش حر مع أخوتي ونهار الليلة الخامسة جابوا لي أخوي علي نمنع أني ويا ليلة كاملة ثاني يوم بالليل طلعوني وبعد ما طلعوني بيومين كتلوا أخوي بس الليلة اللي نبتها مع أخوي ما كنت عرف أنه آخر ليلة ليلة بالودع وثائق عثير عليها في مقر داعش تكشف عن مبالغ مالية سرقها أفراد داعش ودعاوا ضد أفراد وأمراء التنظيم تطالبهم بإعادة هذه المبالغ وفساد أفراد داعش في توزيع الكهرباء التفاصيل مشاهدين مع الزميل يمان شواف ضمن الوثائق التي حصلنا عليها من أحد المقرات التابعة لتنظيم داعش في ريف حلب وريف الرقة تظهر بيانات وكشفات حسابية عن سرقات أموال بين عناصر التنظيم في هذه الوثيقة عشرة بنود تحت كل بند مبلغ مالي واسم شخص استلم هذا المبلغ البند الأول يتحدث عن عشرة آلاف دولار سجلت مجهولة المصير استلمها شخص اسمه أبو عبد الله الشامي في البند الخامس يوجد مبالغ على الشكل التالي 13 ألاف دولار وأربعين ألف دولار وأربعين ألف دولار ليصبح المبلغ كاملا 93 ألف دولار استلمها شخص اسمه أبو إبراهيم الحربي لم يعرف أيضا أين صرفت هذه المبالغ أما بقية البند في الوثيقة فتتحدث عن مبالغ لا تتجاوز المئتي دولار طبعا حتى هذه الأرقام الصغيرة لا يعرف أين ذهبت وثيقة أخرى تتحدث عن سرقة الكهرباء والمحسوبيات والفساد الذي كان يتبعه عن أفراد تنظيم داعش في الكهرباء وتكشف الوثيقة عن إعطاء كهرباء بشكل مجاني لعناصر التنظيم ولمعارف شخصية لأفراد تنظيم داعش وأيضا بند يتحدث عن عملية نصب واحتيال غير واضحة الأدلة كما تقول الوثيقة في عائدات الكهرباء البند الأخير في هذه الوثيقة يكشف عن ثروة مالية جناها القائم على مشروع الكهرباء كما تقول الوثيقة أما هذه الوثيقة فتتحدث عن شخص اسمه علي قرقز وتقول الوثيقة أن هذا الشخص سرق معدات لأبو إبراهيم الروسي وأيضا مبالغ المالية ويبدو أن كلا الشخصين يعمل في تصنيع الأسلحة كما تتحدث الوثيقة عن قتل زوجة أبو إبراهيم الروسي بحجة أنها جاسوسة ننهي طبعا الوثائق مع هذه الوثيقة التي تم توجيهها لوالي حلب تقول الوثيقة أن الأمر غاية في الأهمية ويتعلق بشخص اسمه أبو حمزة الكازاخستاني تقول الوثيقة أن هذا الشخص تم اعتقاله من قبل الصحوات وهو الاسم الذي يطلقه طبعا تنظيم داعش على الجيش السوري الحر وتقول الوثيقة أن الجيش الحر يطلب فدية خمسين ألف دولار مقابل الإفراج عن هذا الشخص ويوضح من كتب الوثيقة أن الكازاخستاني ترك الكثير من المال خلفه كما تذكر أسماء من كان يعمل مع الكازاخستاني وتقول أنهم كانوا يعملون في تجارة قطع الكترونية وطائرات مسيرة ومواد كان يتم جلبها من مناطق خارج سيطر التنظيم داعش وأيضا يتحدث عن شخص يبدو أن الوثيقة تبرر أن شخص تأخر في تسليم محركات طائرات صغيرة كان يعمل مع الكازاخي وتقول كان من المفترض أن يحضرها الكازاخستاني يبدو من الوثيقة أن الكازاخستاني وشخص كان يعمل معه كانوا لديهم الكثير من المال ويبدو أن شخص سرق هذه الأموال وسرق الكثير من المعدات وهرب إلى خارج مناطق سيطر الداعش فيما اعتقل الكازاخستاني من قبل الجيش السوري الحر طبعا كشفات مالية وحسابات دون تفاصيل عن أماكن صرفها وكيف صرفت ولماذا لم يتم إعادة هذه المبالغ إضافة إلى أرقام كبيرة سلمت لأفراد في تنظيم داعش دون وثائق عن مكان صرفها محسوبيات في توزيع الطاقة الكهربائية تأخر في أحد المشاريع الكهربائية سرقات فساد داخل عناصر التنظيم كل ذلك بهدف جني المال ومن ثم الانشقاق لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة وقوف بلاده إلى جانب المملكة السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل ما يدعمه ويموله فكذا ملك البحرين لدى وصوله جدة وقوف العالم الإسلامي مع السعودية في مساعيها ودورها في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها كما شدد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين على كافة السعود قدمت لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي مع خبراء تحليلا مفصلا لأصول الأزمة القطرية الراهنة وسط اتفاق من معظم الحاضرين على تناقضات السياسات القطرية وناقشت اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جلسة استماع السياسة الخارجية القطرية ودعم الدوحة للإرهاب في الشأن اليمنى اعترضت منظومة الدفاع الجوية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على مدينة موزع غربي تعز اعتراض الصاروخ جاء بعد ساعات من ضربات لمقاتلات قوات التحالف العربي استهدف ثلاث مركبات للمتمردين كونه حمزة بن لادن فهذا يعني بأنه مليء بالتناقضات المؤلمة لقد ترعرع ليخلف والده ولكنه كان يعيش حياة سهلة ومريحة لقد ورث أموال القاعدة عن طريق والده ولكنه لم يرث الخبرة لاستخدام هذه الأموال لقد وحد اسم والده صفوف القاعدة إلا أن اسمه فرقها كما يبدو فإن حمزة يستعد لقيادة القاعدة ما هي القيود الملتفة حول عنق حمزة بن لادن وهل بإمكانه أن يتحرر منها وما الذي يخططه الظواهر لحمزة إليكم تحلينا إذا كان الشاب عديم الخبرة حمزة بن لادن سوف يحصل على سلطة القاعدة كما لو أنه يحصل على ورثة من والده فإن هذا من شأنه أن يفضح نفاق القاعدة وحمزة معا لطالما صرحت القاعدة بأنها ضد ما يسمى انتقال السلطة عبر السلالة هذا كان جزءا من الطريقة التي حصلت القاعدة على داعمين ومؤيدين لها إذا كان حمزة حالة استثنائية فإن مؤيدي القاعدة سوف يشعرون بالخداع من قبل سلالة بن لادن من خلال الترويج لحمزة فإن القاعدة تثبت بأنه لم يتبقى أي شخص آخر لقيادة التنظيم فلم يعد لديها قادة أكفاء وبالتالي فقد بدأت القاعدة بإعطاء الألقاب القيادية للأطفال نبرة حمزة هي نبرة طفل مدلل يعتقد بأن أموال أبيه واسمه يسمحان له بالتحدث بازدراء مع الآخرين وإعطائهم الأوامر للتضحية بحياتهم من أجل الانتقام لاسم عائلته من الغريب أن يقوم شخص كان كل شيء متوفر لديه من قبل عائلته بطلب التضحية من الآخرين ولما كان العشرات يقتلون ويصابون في عقاب أعمال والده في أفغانستان تم إرسال حمزة للعيش في سلام وراحة في إيران ربما كطريقة للتعويض عن افتقاره للمعرفة والخبرة يبدو حمزة على استعداد لخيانة ما يسمى حدود والده حتى يظهر بصورة الشخص الشديد القوي بعين عامة الناس هذا الشاب المتطرف يبدو أكثر استعدادا للذهاب إلى أبعد من معايير والده وأن يخوض في عالب وحشية داعش من أجل بناء اسم لنفسه في حين سعى والده لتقليل الهجمات ضد الأبرياء في محاولة لخداع الناس فإن ابنه على استعداد بأن يخاطر بشكل أكبر ببساطة من أجل أن يبدو شديدا ومن أجل تعزيز صورته الضعيفة منذ وفاة والد حمزة كان الظواهري حريصا على استغلال اسم بن لادم إلى أقصى حد ممكن للتعويض عن فشل الخاص وعدم الاستئناف والفشل العام للقاعدة أصدر الظواهري سلسلة من أشرطة الفيديو بعنوان أيام مع الإمام كذريعة لمواصلة الإصغاء إلى ما كان يسميها بن لادن أيام المجد الآن يستخدم الظواهري ابن بن لادن لتحقيق ذلك بالنسبة للظواهري فإن حمزة ليس سوى دميا يستخدمها سوى أن كان حمزة يدرك ذلك أم لا الظواهري الذي تمكن من الاستغناء عن جميع رفاقه من المرجح أن يستخدم حمزة كدميا لتخفيف الضغط الذي يتعرض له بالنسبة لأدباع القاعدة المعارضين لقيادته حمزة لا يزال غير ناضج وغير كفء يطمح إلى القيادة بطريقة غير شرعية إضافة إلى ذلك فإن أولئك الذين يفترض أنهم من أنصار حمزة هم على دراية أيضا بنقاط ضعفه ولكنهم يريدون استخدامه لفترة ما الوقت وأيا كان الجانب الذي سيضغى فإن حمزة سيكون هو الخاسر وكما هو الحال مع العديد من الرجال الآخرين في القاعدة فإن قيمة حمزة الوحيدة في التنظيم هي أن يكون وقودا لمحرقة الظواهر بحيث يمكن للظواهر أن يمدد عمره لفترة أطول بقليل هدد تنظيم داعش الإرهابي عبر أحد مقاتليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في مقطع مصور نشرته صحيفة ميرر البريطانية أحد مقاتلي التنظيم حاملا سكينا ويبدو من لكنته أنه بريطاني متواعدا ترامب بضربات في العمق الأمريكي ويعتقد أن شريط المصور تم تسجيله في مدينة الرقة السورية التي كانت عاصمة داعش في سوريا بعد أن احتلها التنظيم الإرهابي في عام 2013 اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إيران بانتهاك ما وصفه بروح الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب وضف أن الاتفاق تجاهل الأخطار الأخرى التي تشكلها طهران كمنظومة الصواريخ الباليستية وتصدير الإرهاب كاليمن وسوريا مؤكدا أن بلاده ستستمر في متابعة مدى التزام طهران بالاتفاق كما شدد تيلرسون على شرط إنهاء التواجد العسكري الإيراني في المنطقة وسوريا تحديدا لإحلال السلام هناك وقال إن النفوذ الإيراني في سوريا يجب أن ينتهي إلى الأبد أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم تجربة صاروخ بلستين غير مسلح عابر للقارات بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة مماثلة وكذا بيان لسلاح الجو الأمريكي أن الهدف من برنامج تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو التحقق من تأثير ضم الأسلحة وجاهزيتها ودقتها بشأن أمريكي آخر صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كريستوفر راي في منصب مدير التحقيقات الفدرالي وبقي المنصب شاغرا منذ إقالة الرئيس ترامب للمدير السابق جيمس كومي في شهر أيار مايو الماضي بعد التحقيقات التي كان يجريها بشأن التهم المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشاغل راي سابقا منصبا رفيعا في وزارة العدل الأمريكية إبان مدة حكم الرئيس جورج دابليو بوش نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير كاراس متحركة تعمل بالطاقة الشمسية للمصابين في سوريا أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها سيارة طائرة تنتقل من الطريق إلى الجو في ثلاث دقائق فقط تسعى شركة إيرو موبال السروفاكية إلى حل مشكلة فشل البنية الأساسية من خلال تصميم سيارات طائرة تستعمل السماء إذ تعتمد السيارة الطائرة على مدارج المطارات الموجودة حاليا في سبيل تخفيف الضغط على الطرقات الأرضية المزدحمة وتدعي الشركة أنها ستكون جاهزة للتسليم في عام 2020 نطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية مايكروسوفت تتيح تطبيق مطوري ويندوز على منصة أندرويد أعلن شركة مايكروسوفت طرح تطبيق مطوري ويندوز على منصة أندرويد ليتيح للمستخدم التحكم في كل الأمور المتعلقة بالتطبيقات ومن المنتظر إطلاق النسخة النهائية قريبا ويتيح التطبيق للمستخدمين معرفة تعليقات الآخرين على التطبيق والرد على استفسارات العملاء واخترنا لكم مشاهدين كرام من صحيفة القبس الكويتية حافلات كهربائية في لوس أنجلوس في عام 2023 تنوي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية المعروفة بجوها الملوث امتلاك أسطول من الحافلات الكهربائية بالكامل لا يصدر عنها أي انبعاثات لغازات مسببة لمفعول الدفئة بحلول عام 2030 ويعمل أسطول الحافلات الحالية في لوس أنجلوس بالغاز الطبيعي المضغوط الذي عد عند اعتماده في التسعينيات أكثر الخيارات مرعاة للبيئة صحيفة الغد الأردنية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق جوجل ينبه المستخدمين في حالات الكوارث تسعى شركة جوجل إلى تنبيه المستخدمين أثناء البحث عن الكوارث أو الهجمات الإرهابية أو الأزمات الأخرى إذ أوضحت الشركة أنه في حال قيام المستخدم بالبحث عن مكان الحدث في أوقات الأزمات فسوف يظهر له أعلى نتائج البحث إشعار طوارئ ويتضمن هذا الإشعار الخرائط والمعلومات المستمدة من السلطات المختصة ختاماً مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية وإطلاق هاتف LG في الثلاثين من شهر أب أغسطس الجاري بدأت شركة LG بإرسال الدعوات لحضور حدث الشركة المقبل في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس أب أجاري وسط توقعات أن تعلن الشركة عن هاتفها الجديد LG V30 ومن المنتظر أن يكون الهاتف متاحاً للمستهلكين بعد أيام قليلة من هذا الحدث وتشير التقارير أنه سيبدأ بيع الهاتف في كوريا الجنوبية نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً العشرات من السوريين خلفت لديهم الحرب إعاقات دائمة بسبب الإصابات الجسدية التي تعرضوا لها ما جعل بعضهم يجلس على كراس كهربائية متحركة لكن انقطاع الكهرباء وندرتها في مناطقهم جعل المهتمين بشأن هؤلاء المعاقين لابتكار حل يغنيهم عن استخدام الكهرباء وبإمكانات بسيطة التقرير التالي والتفاصيل من ريف إدلب لن يضطر إياد بعد اليوم لأن يشحن كرسيه المتحرك بالطاقة الكهربائية وهو الذي أجلسته عليه لإصابة مخليفة لديه شللاً ربعياً يكفي أن تكون هذه الألواح المثبتة بأعلى الكرسي معرضة لأشعة الشمس كي تملأ مدخرة كرسيه بالطاقة الكافية للمسير جاء أنا كرسي سجدت لأفوت شوي برحارة إذا ما يسوي إليك فيزيائي أنا أطيع الطريق يعني أبعت لأهلي يأخذوني من قلت الكهرباء البطارية الضالفوضي جاء شافني هون جاري أريد أن أركب لك طاقة الشمسي للكرسي ركبوا طاقة الشمسي وكانت فكرة نشحة صار فينا يروحي ما بدي سوي إليك فيزيائي لحالي برجع شوف صحباتي رفقاتي هذه الطريقة لتشغيل الكرسي بالطاقة الشمسية تكره مدرس الكهرباء أحمد جولاق لمساعدة المصابي الحرب الذين اضطرتهم الإصابة للجلوس على كرسي متحرك لكن قلة الكهرباء أو فقدانها في مناطقهم وقفت عائقا في عجلات كراسيهم قبل أن يجدوا الحل من خلال هذا الابتكار كانت فكرة وشي بسيطة يعني وقمنا فيها والله وفقنا فيها جمعنا حاولنا نجمع الطاقة الشمسية تحويلها من النظام 12 فولت لنظام 24 فولت وحط ريليه وقاطع دورها بشي تبينها لنسبة الشحن بالطاقة وإذا الشحن تزيادة بحال ما يصال السهلاك تفصل بالطاقة ما يصير عليه أي ضغط أو تحمى ويصير فيها فيجار على المقاتل السابق في الجيش الحر وجد أيضا في هذه الطريقة حلا لمشكلة تنقله بعد الإصابة صابت من فترة أربعة سنين قدت لشلل نصفي ومعروف أن شلل نصفي بدك تلتزم بالبيت ما تعود تطلع لأنها تمافي لك أي وسائل للروحة أو تكمل في حياتك فتأملت لي عربية كهرباء صرت أمشي عليها وشمها وبس ما أحسن أعمل مشاوري لأن أعطل المبطاريات مدتهم ساعة ساعة وشوي وبتوقف وبقى بتخوف أنت ما تنقطع محل ما يعفوين أنت أهلق أو شي تقول الإحصاءات أن حوالي مليون سوري تعرضوا للإصابات خلال الحرب الدائرة منهم مئتي ألف أصيبوا بإعاقات دائمة كبتر الأطراف ما يجعلهم عاجزين عن الحركة ويحتاجون لمثل هذه الحلول للتغلب على إعاقاتهم أطلقت أفغانستان قناة تلفزيونية جديدة بفريق عمل نسائي لتصبح الأولى من نوعها في مجتمع ذكوري على الغالب والأخطر من ذلك هو سيطرة جماعات متشددة على مناطق معينة من البلاد يخويلها بحكم الأمر الواقع والقوة فرض سيطرتها وأنظمتها على شرائح من المجتمع تمنع بمجبها النساء حتى من التعلم والعمل من هنا كان افتتاح هذه القناة التلفزيونية بمثابة خطوة جبارة وجريئة ولا سيما بالنسبة للعاملات فيها أخبار الآن توجهت إلى مقر التلفزيون والتقت بعضا من العاملات والعاملين فيه أعمل هنا منذ فترة وأنا لست سعيدة فقط لمجرد العمل في مجال الإعلام بل في تناول قضايا المرأة الأفغانية وهمومها والمشاكل التي تعيق تقدمها لو نظرت إلى الأزمات التي تمر بها البلاد فإن المرأة هي المتضرر الأول من هذه المشاكل ومع ذلك لا تحظى بالدعم اللازم خصوصا في وسائل الإعلام ولهذا السبب أتت فكرة إنشاء هذه القناة وبمساعدة الزملاء هنا في رازان تيفي أرجو أن يصل صوت نسائنا إلى أصحاب القرار وما يسعدنا أنا وزميلاتي هنا هو أن يكون لنا منبر مخصص لنا لأداء رسالتنا بكل حرية وأريحية الهدف الرئيسي من تأسيس هذه القناة هو أن تظهر الصحفيات قدرتهن في التأثير في الرأي العام لدينا 54 صحفية تعمل في هذه القناة ورغم أنهن يواجهن خطورة على حياتهن بسبب الأوضاع التي عملنا فيها إلا أنهن يتمتعن بقدرة عالية لأداء عملهن عبر هذه القناة من الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه القناة هي أن نبرهن أن المرأة تستطيع أن تؤدي الدور نفسه الذي يلعبه الرجل ولذا يجب أن يكون متساوين في الحقوق والواجبات من جانب آخر نستلم رسائل سلبية تهديدية من بعض الجهات المتشبدة يقول مرسلوها إنهم سيهاجموننا قبل أربعة أيام استلمنا تهديدا مباشرا قيل فيه أن هذه القناة تبث برامج سيئة لكن نقول لهم لدينا أهداف واضحة رسالتنا هي أن نؤثر في الرأي العام الأفغاني ونحدث التغييرات التي يجب أن تحدث في قضايا المرأة رغم أن دخول الفتيات في عالم الإعلام أمر في غاية الغرابة بالنسبة لكثير من أفراد مجتمعنا الأفغاني إلا أن خوض عالم الصحافة كان أحد أمنياتي في الحياة وعندما تم الإعلان عن تدشين قناة نسائية أفغانية تيقنت أنه ستكون مدخلا مهما لتحقيق أمنياتي كنت محظوظة للغاية كوني من أسرة متعلمة إذ لم يعارضني أحد أو يمنعني من ممارسة هوايتي لكن هناك كثير من مثيلات لا يسمح لهن بالعمل في وسائل الإعلام لأسباب غير مقنعة في أخبار النصحية خلصت دراسة طبية حديثة أجريت في بريطانيا إلى وجود ارتباط وثيق بين قلة النوم وزيادة الوزن إذ وجد الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى السمنة أو أنها تسهم على الأقل في زيادة الوزن وذكرت الدراسة أن الذين ينامون بمتوسط ست ساعات ليلا لديهم قياس خسر أكبر بثلاثة سنتيمترات من أولئك الذين يحصلون على نوم لمدة تسع ساعة في الليلة الواحدة في خبرنا الأخير احتفل مسن بريطاني بتحقيقه الرقم القياسي العالمي للقفز بالمظلة من الطائرة وكان فريدن هايس الذي تجاوز مئة عام من العمر أفز من الطائرة على ارتفاع خمسة عشر ألف قدم بمساعدة أحد الأشخاص ومصحوبا بأربعة أفراد آخرين من أسرته وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قوات سوريا الديمقراطية تقترب من السيطرة الكاملة على جنوب الرقة الولايات المتحدة تتهم إيران بزعزعة الاستقرار وتصدير الإرهاب وبعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الولايات المتحدة تختبر صاروخا عابرا للقارات بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة داتنا المباشر في ذات الموقع بعد أقل من نصف ساعة مجز الأنباء كونوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى